لو عندك منجاية وتين شوكي تعال يا خليك تعملي كمية من الجيل الطبيعي بالفاكهة أيوة أيلك هيحبوه وطعمه بقى تحفة التحفة والله أحلى جيل بالفاكهة تعمليه جيل المنجا ده أكنك بتاكل أيس كريم منجا وبتاكل منجا كده بسيء لا هي مضروبة في الخلط ولا أي حاجة هنعملها منجا قطع جيل منجا قطع كده خطير ولا يا جماعة الجيل بالتين شوكي في حتة تانية عايز أقول لكم ضد للأكسادة ومن غير بزر وتحفة التحفة شايفين الجيل بتاع المنجا فظيع وموفر جدا وبيعمل كمية كبيرة يلا بينا نعمله أنا هنا جبت جيل بالخوخ أو بالمشمش مش فاكرة بس هو ما كانش فيه بالمنجا فجبت جيل بالخوخ أو بالمشمش هيقد الغرض وزي ما أنتوا شايفين أنا مشيت على المأدير اللي موجودة في العبوة مشيت عليها بحزفرها بس بدل ما حط الميا اللي كانت بينها حطيت نصة يعني مثلا لو قالوا لي حطي اللتر وميا أنا حطيت نص لتر ميا ليه بقى يا صراحة حطيت نص لتر ميا عشان لسه هحط العصير بتاع التيني شوكي وعصير المنجا زي ما أنتوا شايفين غليت الميا وبعد ما غليت الميا جبت المضرب اليدوي وبقيت أحط الجلي أكياس الجلي في الحلل ودوبها كده في الميا السخنة بتغني بالشكل ده هحط الكمية هنا وهنا مظبوط وزي ما قلت لكم أنا مشيت على المأدير المكتوبة على العلبة بس بدل الكمية اللي حطها أنا حطيت النص عشان عصير المنجا وعصير التين بعد كده هجيب المنجا أنا قطعت بالضبط 3 منجات بس هتشوفوا 3 منجات دول هيعملوا كمية قدي هبتدي أفضيها كده بالمعلقة ومش هضربها بالخلاط لإني أنا عاوزاها حتت كده بينة وأنا باكلها في الجلي زي ما أنتم شايفين أنا بفضي المنجا بالطريقة دي أنت بقى عايزها تضربها في الخلاط مفيش مشكلة بس أنا عايزها تبقى حتت بينة كده في الجلي وتبقى معايا كمية كبيرة هفضي بقى الثلاث منجات بالشكل ده سهلة وبسيطة بس مش هضربها في الخلاط مش هحط سكر خدوا بالكم الجلي الجاهز بيبقى فيه سكر أحلى حاجة بقى في الجلي إحنا بنكله بنحس إن إحنا بنكل مية فلما تحطوا بقى عليه فاكهة بيبقى طعمه حلو قوي إنت دخلتي بقى الفاكهة مع الجلي اللي الواب بيحبوه وغير كده بقى لو جالك ضيف وقدمتي له جلي سائع بيرطب بقى على قلبه كده ويخليه بصي قاعد فأسعد حالاته فضي بقى المنجا كده أنا هنا خلصت المنجا هجيب الكبة وحط معلقتين سكر على التين لإني للأسف التين ده كان ماسخ ما كانش مسكر فحطيت معلقتين سكر هضربهم في الكبة بالشكل ده وهضربهم في الكبة كويس جدا بالطريقة دي زي ما أنتو شايفين وبعد كده هفضيهم في الدورة وصفيهم من البزر كويس جدا صفي بقى كده كويس جدا أيوة هنصفي من البزر لو أنت عايزة تحطي البزر ما فيش مشكلة بس أنا من الناس بحبها كلتين الشوكي بالبزر بتاعهم فأنت عايزة لو أنتو حطيه بالبزر بتاعه ويدي شكل كده التين الشوكي ما فيش مشكلة وهحطه برضو على الجلي أو الخليط الجلي اللي احنا دوبناه في الماء حطي بقى عصير المنجا بقى 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 منجا لا هي عصير ولا هي جلي بقى بقى انتو خمينوا انتو بقى الطعم والشكل بقى 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 عصير التين الشوكي حطيناه على الجلي وبعد كده بقى هجيب الكبيات وابتدي أفضي بعد ما قلبهم كويس طبعا أنا حطيت المنجا وحطيت التين الشوكي بعد ما بردوا تماما الجلي برد تماما عشان الفكهة ما تسودش معي هبتدي بقى حطهم في العلب وهيزة أقولك بقى حطي بقى لأي ضيف منها هو هيقولك بقى ايه ده انتو ازاي عملت الجلي ده انت أكنك والله بتاكلي تين صافي أو بتاكلي جلي منجا أو بتاكلي منجا صافي هي بقى لا منجا مضروبة في الخلاط ولا هي عصير انت بتاكلي قطع منجا بجد طعمها طحفة يا بنات جربوها طحفة الطحفة زي ما انتو شايفين هفضي الكمية وبعد كده حطها في التلاجة المدة 3-4 ساعات وهورها لك بعد ما طلحها شايفين بقى الثلاث منجات وحبة التين طلعوا لنا كمية قد ايه وأكنك بتاكلي فكهة طبيعية فوضيع يا بنات والله جربوها انا هنا بقى بكسر الكوباية لان هي دي كوباية بلاستيك اساسا اللي هي لاستخدام المرة الواحدة بس طبعا انا بفضها لكو عشان اورها لكو لو انت هتقدمها للضيوف هيكلها كده بكوباية عشان ما تقعش من الطبق بس انا حبيت اوريكم التماسك بتاع الجلي عشان الناس هتقول لي طب احنا لو حطينا الفكهة هيسيب خالص ادي جلي المنجا ما سودش بصوا الجمال فضيع يا بنات فضيع لأ ولا طعموا طحفة الطحفة عايز اقول لكو بصوا انا عيالي نسى فوق قبل الضيوف